كيف بدأ الكون؟ لماذا أنا هنا؟ فكيف ندرس الوجود من دون أن ندرس الزمان والمكان والعلّة والجوهر والحركة والنفس؟ ومن الدقة والمنطق أننا حين نسمع كلمة متافيزيقة أن نسأل أي متافيزيقة هذه؟ بودكاست كلام في الفلسفة معي أنا نور حريري الصديقات والأصدقاء أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام في الفلسفة ربما تكون كلمة متافيزيقة إحدى الكلمات الأكثر ضبابية وصعوبة وإشكالية في الفلسفة حتى أنها تجاوزت مجال الفلسفة ووصلت إلى الكلام العادي فنجد مثلاً من يقول ساخراً شوه الكلام المتافيزيقي الكبير؟ كدليل على صعوبة الكلام واستعصائه على الفهم فما هي المتافيزيقة؟ ولماذا كانت تسمى بأم العلوم وملكة العلوم وطفلة الفلسفة المدللة؟ ما الذي أصابها اليوم حتى أصبحت منبوذة وتوارت عن الأنظار في الفلسفة المعاصرة؟ أو أصبحت موضع شك وعدم قبول؟ في اعتقاد شائع أن المتافيزيقة تعني هيئة الظواهر الشاذة والغريبة في الطبيعة يعني المورائيات لكن المتافيزيقة في الفلسفة ليست كذلك دعوني أخبركم قصة تسمية المتافيزيقة قبل أن نخوض في دلالتها جاءت التسمية في البداية مصادفة حين كان أندرونيقوس يصنف كتب أستاذه أرستو إذ وجد أن هناك مجموعة من البحوث لم يطلق عليها أرستو اسما معينا وقد جاءت هذه المجموعة بترتيبها بعد المجموعة التي كتبها أرستو في الطبيعة أي الفيزيقة فاختار أندرونيقوس أن يسميها تلك الكتب التي تلت كتب الطبيعة أي ميتافيزيقة ميتا تعني بعد وفيزيقة تعني الطبيعة الفيزيائية لكن طبعا مع تطور المصطلح أصبحت الكلمة تدل على أكثر من ذلك يعني مو بالضرورة تكون الميتافيزيقة عم تدرس ما هو وراء أو بعض الطبيعة لكن هي أكيد بتحاول تدرس النقطة الأولى في الطبيعة المبادئ الأولى في الطبيعة لذلك الميتافيزيقة هي طبيعية وليست ما بعد الطبيعة وقد تكون أيضا علمية جدا وليست ضد العلم فالميتافيزيقة تدرس الزمان والمكان والتغير والجوهر وغير ذلك وهنا تختلف الميتافيزيقة بين فيلسوف وفيلسوف وبين زمان وزمان كما يختلف العلم فهناك القديم وهناك الجديد وهناك الذي لا يقبله العقل اليوم وهناك الجديد الذي يناسب العصر وعناصره باختصار الميتافيزيقة هي اسم للعلم الذي يبحث عن المبادئ الأساسية والأولى للوجود والواقع العلم الذي يدرس المبادئ العامة التي تتغلغل في جميع العلوم الجزئية الأخرى فكيف ندرس الوجود من دون أن ندرس الزمان والمكان والعلة والجوهر والحركة والنفس والعقل وما إلى ذلك شأنها شأن العلم كما نفهمه اليوم كيف ندرس الفيزياء من دون قوانين الحركة والجاذبية والكتلة والطاقة وغير ذلك لذا وجد أرسط أنها تدرس الوجود أي الأنطولوجيا فكانت تسأل كيف بدأ الكون؟ لماذا أنا هنا؟ لكن مع تطور التاريخ البشري تطور أيضا البحث الميتافيزيقي فتنوعت موضوعاته وبعد أن كان يدرس الوجود الخارجي أصبح يدرس أيضا الوجود الداخلي أي الوعي البشري والعقل وعلاقته مع الوجود الخارجي وبدأ ينشغل بمشكلات الإنسان في الحياة فسأل ما معنى الحياة؟ وهل تستحق الحياة أن تعاش؟ يعني بعد أن كانت الميتافيزيقة تدرس الوجود أي الأنطولوجيا تحولت نحو نظرية المعرفة ما يسمى بالإبستومولوجيا واهتمت أيضا بالكون والفضاء أي الكوزمولوجيا ووصلت أيضا إلى اللاهوت أي الثيولوجيا ودرست أيضا النفس أي السايكولوجيا يعني فعليا لم تترك مجالا من المجالات من دون أن تبحث فيه لذلك لا يمكن وضع تعريف محدد لها ولا يمكن نسبها إلى فيلسوف واحد ولا يمكن قبولها أو رفضها دفعة واحدة ورفضها يشبه رفض الفيزياء أو الكيمياء وهذا غير منطقي نحن نستطيع أن نرفض قوانين معينة في الفيزياء لكن لا نستطيع أن نرفض مجالا يسمى الفيزياء لكن للرفض طبعا أسبابه وسنتحدث عنها بعد قليل إذن الميتافيزيقة ليست شيئا واحدا ومن الدقة والمنطق أننا حين نسمع كلمة متافيزيقة أن نسأل أي متافيزيقة هذه إلى أي فيلسوف تنتمي لننظر الآن سريعا في آراء بعض الفلاسفة فيها لنبدأ بميتافيزيقة سكراط الذي انشغل بشؤون الإنسان والأخلاق وحاول أن يعرف ما هي المبادئ الأساسية في عالم الأخلاق فراح يبحث عن ما هو ثابت في الأخلاق لأن ما يتغير لا يمكن أن يكون حقيقة والميتافيزيقة نفسها نجدها عند أفلاطون الذي قسم العالم إلى عالم الواقع وعالم المثل واعتقد أن كل ما نراه في الواقع ما هو إلا صور وانعكاسات للأشياء الحقيقية الموجودة في المثل وبهذا قيل إن الإسهام الحقيقي لأفلاطون في مجال الميتافيزيقة إنما يكمن في نظريته عن المثل إذن كانت ميتافيزيقة الفلسفة الإغريقية الأفلاطونية بصورة عامة مثالية تؤمن بوجود أفكار ومبادئ عامة ثابتة هي جوهر وحقيقة الكون لكن إذا نظرنا في ميتافيزيقة أخرى متقدمة زمنيا كميتافيزيقة توماس هوبز سنجد أنها مادية وليست مثالية فالحركة عند هوبز هي السبب الكلي لجميع الأشياء فالعالم كله يتألف من أجسام مادية في حالة حركة ويرى أن المعرفة البشرية مصدرها الإحساسات على عكس الأغارق المثاليين الذين وجدوا أن الإحساسات تعطينا معرفة زائفة غير حقيقية ولا شك أن هوبز كان متأثرا بالعلوم الجديدة التي سادت القرن السابع عشر من خلال غاليليو وفكرة الحركة لديه انتبهت معي للاختلاف الجذري بين ميتافيزيقة وأخرى؟ طيب لننتقل الآن إلى ديكارت الذي انتقل من دراسة الوجود إلى دراسة المعرفة يعني بدلا من أن يسأل ديكارت عن الوجود الخارجي سأل عن العقل الذي من خلاله نعرف الوجود ورفض أن تكون المعرفة حسية كما رأى هوبز فكانت الميتافيزيقة لديه علما عقلانيا دقيقا يمكن إثبات قضاياه من خلال الشك للوصول إلى يقين يشبه يقين الرياضيات أما كانت فقد هاجم الميتافيزيقة القديمة بأشكالها المختلفة ووجد أنها تسلم بشكل أعمى بموضوعاتها قبل أن تسأل نفسها هل هذه الموضوعات تمكن دراستها أساسا؟ هل يستطيع العقل البشري أن يدركها؟ رفض كانت الميتافيزيقة التي تقول إن هناك حقيقة مطلقة وقال إننا لا نستطيع أن نعرف حقيقة الأشياء لأن قدراتنا العقلية محدودة لذلك يجب أن لا نحاول أن نصل إلى حقيقة الأشياء ويجب أن نكتفي بحدود التجربة وما هو ظاهر فكانت متافيزيقة كانت نقدية وعقلية وعلمية فهي تلتزم بحدود التجربة كما يلتزم العلم في حين نجد أن هيكل اتفق مع كانت على نقده الميتافيزيقة القديمة لكنه نقد كانت أيضا وحاول أن يميز في متافيزيقاه بين العلم والفلسفة ورأى أن الفلسفة لا يمكن أن تختزل إلى العلم ورأى أن هناك حقائق علمية موضوعية وهناك حقائق فلسفية أشمل وأعم من العلم فلا يمكن أن تكون التجربة العلمية كل شيء ولا شك أن هناك حقائق تتجاوز مجال التجربة والعلم وحتى لو كانت قدراتنا العقلية محدودة كما رأى كانت فإننا ضمن هذه القدرات المحدودة وضمن تدخل العقل فيما يراه ويدركه نستطيع أن نصل إلى حقائق ليست مطلقة بل متغيرة ومتعينة كان هذا المرور سريعا على بعض أشكال الميتافيزيقة لكن طبعا نقدت الميتافيزيقة كثيرا وقيل إن الزمن التي كانت فيه ملكة على عرش العلوم قد انتهى وراح عدد من الفلسفة يرفضها بين من يهاجمها بوصفها كلاما لا معنى له وينقضها بوصفها تشبه الدين وغير علمية ومن يختزلها إلى رياضيات وعلوم طبيعية وسنتطرق إلى نقد الميتافيزيقة في حلقات مقبلة غير أن رفض الميتافيزيقة ونقدها كانت أسبابه سياسية وجيوسياسية ومحصورة في مناطق معينة في العالم أكثر منها فلسفية وعلمية والحق دعوني أقول لكم رأيي مهما اختلف الفلسفة حولها في الماضي والحاضر وسواء أحببناها أم لا تبقى أسئلتها هي أسئلة الفلسفة نفسها من من لم يسأل من أنا ولماذا أنا هنا وما هو الوجود وهل العالم متغير أم ثابت فما بالكم بالفلاسفة وإذا كان أوغست كونت قد وجد أن الميتافيزيقة قد أكل عليها الدهر وشرب فيكفينا لإظهار خطأ هذا الرأي أن نقول إن الميتافيزيقة ما زالت قائمة حتى يومنا هذا لا من خلال هوسرل وهايدجر وسارتر وبرادلي سابقا وحسب ولا من خلال سلافو جيجيك وكاتريم مالابو وإيدريان جونستن اليوم وحسب بل من خلال العلماء أنفسهم وما قالوه في الميتافيزيقة يقول ألبرت أينشتاين كلما عرفت أكثر عن الفيزيقة انجذبت أكثر إلى الميتافيزيقة ويقول فرانسيس هيربرت برادلي إن الدافع إلى الميتافيزيقة موجود في قلب الطبيعة البشرية نفسها متمثلا في تلك الرغبة العارمة في فهم الواقع إن كل إنسان يفكر بصدق ويسأل بصدق لابد أن يجد نفسه رغما عنه في قلب الميتافيزيقة سلامات ومحبات وإلى اللقاء